السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم هو السنة المكية هل السنة المكية علاج للتوحد؟ ابقوا معنا للآخر سنعرف ما هي فوائد السنة المكية وهل فعلا السنة المكية هي علاج للتوحد أم لا؟ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في برنامج صحبة أمان لعلاج التوحد في أمريكا موضوعنا اليوم هو هل فعلا السنة المكية هي علاج للتوحد؟ الكثير من الأمهات كانوا يسألون ويشتكون بأن أبنائهم وأطفالهم لديهم إسهال حاد وبعدما بدأت أسألهم عن الأشياء التي يأخذونها أو يتناولونها قالوا هم يتناولون السنة المكية طبعا يجب أن تعرفوا ما هي فوائد السنة المكية ولماذا يستعملونها أصلا طبعا هذه حبوب في أمريكا كما تلاحظون هي حبوب للكبار ويوجد أعشاب طبيعية يعني تباع أوراق وهذه حبوب هكذا حبات كبيرة يعني الأمهات يستعملون لأطفالهم متوحدين لا أدري بعض الأغلبية يستعملون الأوراق الطبيعية وقليل منهم يستعمل الحبوب يعني يفتتونها ويقدمونها لأطفالهم مع المحليل أو الماء ولكن على أساس يقدمونها على أطفالهم على أساس أنها علاج للتواحد هل فعلا السنة المكية هي علاج للتواحد هي مذكورة في السنة النبوية على كل حال يقولون يعني في الحديث بأنها مفيدة جدا ولو مر في السنة انظروا إلى العبوة هنا مكتوب فيها فوائد السنة المكية يعني طبعا مكتوب هي طبيعية أرغانيك يعني طبيعية مئة بالمئة مكتوب بالإنجليزي تساعد على خروج البراز بشكل سهل يعني إذا كان فيه عسل أيضا مكتوب بأنها تنقي الأمعاء الغليدة أنها تخرج أيضا كل الغازات من الجهاز الهضمي ككل يعني يعني لم يكتبوا فيها أبدا علاج للتواحد يعني هذه في العبوة هذه الأشياء المكتوب فيها أوكي هذه هي يعني وباختصار السنة المكية هي لعلاج الجهاز الهضمي هو طفل التواحد لماذا يكون لديه عسر هضم؟ طبعا لأنه انتقائي في الأكل لأنه ممكن يكون لديه أعصاب متشنجة وبالتالي الأعصاب تكون متشنجة في الرأس في الجسم كله وطبعا تكون أيضا في الجهاز الهضمي لذلك يكون طفل لديه عسر هضم دائما يكون لديه مغص يكون لديه غازات ولكن المشكلة التي حيارتني في الواقع بأنه الأم هات يعرفون بأننا نتعامل مع أطفال يعني يكونوا حادرين كثيرا في استعمال الأعشاب مع الأطفال في أم كانت تستعملها يعني تستعملها للحبوب أو الأعشاب كل يوم تخيلوا كل يوم وبعدها تشتكي من الإسهال طبعا أصلا هذه الحبوب تستعمل للإسهال يعني لتنظيف الأمعاء لإخراج كل البراز لإخراج كل الأكل ليس فقط للأكل لإخراج البكتيريا تنقية الأمعاء الغاليضة والأمعاء الدقيقة كلها من الجذور يعني أكيد سيكون فيه إسهال إسهال شديد وليس إسهال يعني تذهب إلى المرحاض مرة واحدة إسهال بمعنى كل خمس دقائق تذهب إلى المرحاض وكل شيء ماء وماغص وأوجاع وممكن يأتي حمى معها يعني مش سهل لأنهم أطفال طبعا هي قوية جدا على الأطفال أصلا في الحديث في الأحاديث الدينية مذكور بأنه السنة المكية ليست للأطفال مكتوبة للكبار يعني يستعملونها مرة في السنة ولم يكتبوا أبدا للردع ولم يكتبوا أبدا للأطفال لا أدري من أين أتم بتلك المعلومات على كل حال أنا اليوم فقط عملت هذا الفيديو حتى أوضح لكم الأمور بأنها تستعمل الجهاز الهضمي أنا اشتريت هذه العبوة بعد الحمل لأنه أثناء الحمل كان ندي بواسير وعشر هضم لذلك استعملت وليست أثناء الحمل ممنوع استعمالها أثناء الحمل طبعا وهذا أكبر دليل على خطورتها على الأطفال إذا كانت ليست خطيرة على الأطفال لماذا يمنعونها أثناء الحمل بعد الحمل ببضعة أشهر يعني استعملتها حتى يعني أصبحت بخير الحمد لله لكن بالنسبة للأطفال يعني يحذروا كثيرا هم الأشخاص الذين يستعملونها تقريبا لعلاج تسمم معادن ثقيلة لكن ليس كل يوم وليس للأطفال أصلا مفروض أطفال على الأقل على الأقل يكونوا أكبر من خمس سنوات وليس أقل هذا من ناحية ناحية أخرى ليست كل يوم يعني مرة في الشهر ممكن الطفل لا يذهب لتنظيف أمعائه مدة خمس أيام مثلا لم يستعمل الحمام خمس أيام أو أكتر يعني ممكن تستعملينها القليل فقط لأن هذا المقدار حبة كبيرة جدا لأنها مقدار لشخص كبير ليس مقدار للأطفال لا يوجد أصلا الأطفال حتى إذا كانت أعشاب يعني استعملوا كمية قليلة جدا لأنها يعني مدرة للأطفال يعني لا أدري يعني الأمهات والله العظيم يجربون أي شيء في أطفالهم أي معلومة يأتون بها من الأنترنت يجربوا فيهم خاصة الأشياء التي تؤكل احذروا منها التي تؤكل بالذات يعني لا تكتروا منها حتى لا يعني لو جربتم لا تجربوا كمية كبيرة كل يوم كل يوم كأس كبير يعني لا ليس بهذا الطريقة العشوائية لأن كل أدوية أو الأعشاب فيها سيف دو حدين تشفي شيء وتضر شيء آخر إذا لم تستعملينها بعقلانية أتمنى أن أكون قد أفدتكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة إذا كنتم مع إلات جدد والسلام عليكم